أما الآن عزيزينا المشاهدين فننتقل إلى صوت المواطن في حادثة لاقت أصداء واسعة لمواطن يحمل مبلغ مالي وأثناء خروجه من البنك تفاجأ بهجوم ثلاثة أشخاص عليه حيث قاموا بسرقته والهروف واستطاع إدراكهم بعد مطاردة مثيرة وتم توثيقها بكاميرا نتوسع أكثر مع المتضرر بعد مشاهدة هذا التقرير تستهدف بعض من العصابات المحترفة مراقبة البنوك لتتبع ضحاياها الذين يخرجون من البنك محملين بالأموال حيث تتعقبهم وتتحين أي فرصة لسرقة ما بحوزتهم وتحت تهديد الأسلحة البيضاء كالسكاكين والصواطير فكم من قضية سجلت في مراكز شرطة المملكة مشابهة لمثل هذه الحالات فقبل أيام قليلة سجلت إحدى كاميرات مراقبة لإحدى المنازل عملية مطاردة لثلاثة أشخاص قاموا بسرقة أحد عملاء البنوك وبحوزته مبلغ مالي ضخم حيث انتهت هذه المطاردة بالقضي على أحدهم فبعد هذه الحالة والحالات الأخرى يا ترى ما السر وراء التكرار مثل هذه الجرائم وهل سنرى حدا واضحا لهذا الوباء؟ لبرنامج جسد الإخبارية عمر الجراد أهلا بكم معنا في الأستوديو فيصل الجعيدي وهو صاحب القضية ذاتها وأحد متضرري عصابات عملاء البنوك مرحبا بك أستاذ فيصل مرحبتين أهلين وسهلين قل لي في البداية الحادثة نتعرف عليها بشكل عام الحادثة أبد من البنك طالع في ساحة المبلغ وتوجهت للبيت بباشرة وأنا حريص على الموضوع هذا بس توجهت للبيت ركبت السيارة وتوجهت للبيت؟ ايه توجهت للبيت وعند بيتي يضافه تحت الباب إلا فيه شخص ماسك الكيس هذه في المبلغ يعني تتبعوك لحد البيت؟ تتبعوك ايه تتبعوك لين يشوفونك يا عمك تنزل من السيارة وتتروح كانت صلي والمطعم واللهاجة يكسروا القزات ويأخذوا في السيارة تتركت المبلغ بالسيارة؟ ايه او اذا انت وجهت لبيت يجونك ويحاولوا يأخذوا المبلغ بدنك طيب انت كيف تعاملت مع الوضع؟ تعاملت انا اول ما فتحت الباب فيه شخص مسك الكيس انا فكر واحد اصحابه لا شيء استهبل على شيء انا اظل شخص غريب ما اعرفه السمرة كذا كم واحد؟ كان واحد يسحب الكيس سحب الكيس لما قاومت معه جو اثنين زيادة صاروا ثلاثة وكان معهم سكينة كبيرة ايه كانوا سكينة كبيرة فقدروا منهم طيحون واخدوا الكيس منهم فكانت السيارة حتى طريق السيارة كانت موجهة كده وسيارتهم في اللفة في الجهة الثانية ركبوا السيارة اللي هي الانترهادي ونحاشوا والحكتهم؟ والحكتهم والله لا خفت؟ لا ما خف شرون؟ معهم سكين وروحك بتروح يعني طيب انا مبلغ 365 ألف مو ألف ولا ألفين يعني فأنا رحت للشارة وما أدري وينهم رحت للشارة الأولى ما حصلتهم رحت للشارة الثانية سبحان الله حصلتهم قدامي اللي في بالي كان فقط رقم اللوحة اللي كان في جوها بس أنا شوف رقم اللوحة وسبح الله شفتهم من هنا بدأت شافني هو طبعا رقى رصيف فأنا لحكت برصيف يعني خليت رقى رصيف مضبوط دفيته وبعدين دعست في لي ما صقع بالجدار وبس منزلوا اثنين في واحد كمان ما شاء الله عليه شاف الموقف اللحقني وأنا بعدين شفت اللي نزل كان مع الكيس كان بنك سامبا وكان مع الكيس بيده فهو اللي كان راح قدام اسمي ما كامل تصوير فهو هذا اللي اللحقت أنا وصدمته وطيح الكيس هو طاح اليمين بدأ نحاشه وفي شخص كان شافني اللحق ورا الشخص هذا كان تخبه تحت برادو الشخص السارق وطلع ما شاء الله عليه وقدر يثبته وكتفه وجات الشرطة وجات المباحث طيب كيف كان التعامل مع القضية بعد ما جوت الشرطة ما شاء الله جدا راقي كويس ممتاز وكان شكروني كثير على ما سويته والحمد لله ربانمين طيب ما حسيت في اللحظة هذه يعني بأي نوع من الخوف ولا كان خلاص يعني الغبوب ما أدري كل ما صار يعني حتى كان درت أني يوم كان طائح كنت أقدر أمسك أنا بس أنا خلاص شفتني فلوس موجودة طائحة فأنا قلت خلاص فلوسي موجودة والسيارة ممسوكة وجوالاتهم يعني كمان قدرت أمسكها والسيارة عقد الأجار شفتهم سيارة مؤجرة من شركة التعجير وفخلاص قلت أنا سويت العليب الباقي عد الشباب إن شاء الله ما يقصرون إن شاء الله طيب بعد ما تناقلوا قصتك في مواقع التواصل الاجتماع أكيد أنك طلعت شفت تعليقات الناس وش شعورك أنا قاعد أفكر في نفسي بس حيانا لما أجي أنام واحد يفكر في مواضي هذا لما ناس يجون يهجمون عليك يحدون عليك معهم صلاحة خليك من أي مواضيع ثاني أنت بنفسك لما تفكر بحاجات هذه تتعب بالله نفسيا جدا إنسان ما قد دخلت قسم في حياتي الحمد لله ربا أمين لا يوجد ناس بصواتير قدامك وقاعدين يأخذون شيء يعني مبلغ كمان مبلغ مبسيط تقلين لألف ولا ألفين يقدر يعني مبلغ كبير يعني يعني ما أهد عنك يا فيصل أنك مثلا استخدمت سلوب الضرب القوة يعني شخصيتك لا 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 كل اللي حصل والله حتى لما أقعش في تصويرنا أقول أشوف أقول ربي وفقني كل شيء سويت الحمد لله توفق والحمد لله أنا كان معي السيارة هذه معي السيارة ثانية تكون واطئة ويمكن أنه صار ما ما حصل لكن الحمد لله يعني الموقف هو استفز قدراتك يعني في ذلك اللحظة لأنه تعتبر عمل بطولي مجازفتك أيضا الوصول بالطريقة هذه للجاني طبعا تشوف الحلالك يعني فيها غبن صراحة يعني موحد يأخذ مك شيء كده ومشكلة الوقت ما في أحد يعني وقت الظهرية ساعة انتين تقريبا أكثر الناس في بيوتها واللي في دوام يعني ما في أحد الحواري كمان كانت فاضي يعني طيب هذا يعني فرصة نحن نستعرض معك فيصل أهم النقاط التي يجب أن تأخذ في الاعتبار لكل شخص مثلا خرج من البنك مع مبلغ مالي وشي الاحتياطات اللي لازم يعني يتنبه لها إنه كن ننتبه كثير يعني هو طالع من البنك يعني ما يكون حالة أول شيء ما يكون حالة شيء ثاني إذا إضطرنا يروح الحالة أو شيء كده وهو بسيارة مثلا في ناس حتى قلولنا إنه يطلع مثلا في الشارع مثلا يدخل أحد الحواري ويحاول أن يشوف أحد يراقب ولا شيء ويدخل حالة ثانية يشوف إذا أحد في مراقب ولا شيء هذي من الحاجات يعني طيب أنت تتوقع اللي راقبك راقبك من برى البنك ولا في أحد جوه البنك يعطي احتمال يكون برى البنك يشوف أحد طالع بكيس ولا شيء واحتمال يكون جوه البنك ممكن يكون جوه البنك جاسد ما تدري عنه وإذا أخذ يمكن يقولك أنا عندي شيك مصرفة ولا شيء ولا حاجة ومجرد ما طرعت مكالمة بسيطة في ناس يستنى بره هذا شكلك كذا كذا مع مبلغ سحب مبلغ وانت لو تراقب شخص ما يدري عنك يعني طب أنت ما أخذت في الاعتبار هذه النقطة لأنك ساحب مبلغ كبير أنا حريص السيارة واقفة قدام البوابة حريص جدا ولما وصلت أنا واصل عند باب بيتي يعني وكمان أخوي الكبير كان واقف يكلمني قبلها ودخل قبلي سبحان الله فلما جيت فتحت الباب أنا وهم وجوني في النقطة كمان في مكان السيارة لما تكونوا يراكم السيارة في نقطة تشوفين اللي حوالك هو جاني في النقطة اللي ما شوف اللي هي في الزاوية كذا ما تشوف بس مجربة ساحت الباب اللي حصلت أحد ما تسكوا الكيس وكان هدف أن يسحب الكيس طيب المرة الجاية تفكر لو تسحب مبلغ زي كذا وشو الاحتياطاتك والله أنا أنصح أنا أنصح أنه ما حاجة يسحب الفترة ما حاجة يسحب حتى لو خمسين ثلاثين ألف عشرين ألف أنا أفضل أن ما حاجة يسحب أنه يكون طريقة إداع ومقاصة وشكذا إذا اضطر اضطر مرة مرة يكون مع أحد على الأقل اثنين طيب بالنسبة لمجريات القضية يعني الآن وكيف تاخد حقك الآن ما أدري والله الموضوع عند المباحث وتصلوا علي أمس كلموني وكذا ونقول إن شاء الله خير يعني هذا اللي ستتعامل معي بكل ما شاء الله احترام وتقدير وكل شيء الحمد لله هل من جنسية يعني قدرت تتحدد جنسياتهم اللي اعتدوا عليك أعتقد سيماتهم أثيوبين من العمالة الأثيوبية طيب كيف كانت قوتهم أجسادهم أشكالهم والله الشخص اللي مسك اللي طلاحهم من تحت السيارة كان يقول لي كان جدا ما شاء الله عليه قوي ونفسي سعودي ما شاء الله يذكر بالخير هذا كمان لازم صراحة يرفع اسمه صراحة ما قسر عمل بطولة كمان منه اللي شافني وكذا وساعدني وقدر أن يمسك واحد منهم هذا لازم يذكر اسمه صراحة شو اسمه هو تعرف اسمه عندي والله جواله ورق جوال ما شاء الله تذكر اسمه تقريبا شهران أو شيء قول يساعدك نعم ما قسر الله يذكره بالخير ورجل ما شاء الله لازم يذكر حتى الأسكر ما شاء الله كان المبسوطين منه كثير طب تتوقع أنهم عندهم خبرة من خلال تعاملهم معك أو جازفوا يمكن أول مرة يسرقون مثل ذلك هي هم ممكن جازفوا بس أنه هم مختارين وقت هذا الوقت هذا يعني ما يكون في أحد ولما يكون ثلاثة على واحد ستكون العملية جدا سهلة يعني صحيح وانت ما أخذ انت فحمد الله في أمن وأمان ولا أحد حوله كل شيء فما تدري الله فثانية كذا حصل قدامك واحد بسكين واحد بساطور وحد كذا فهيتغلبوا عليك مهما كان مهما تكون انتهيش هيتغلبوا عليك فأنا جازف طلعت الإشارة ثانية وحمد الله ما قصر ليوكن أخذها والحمد الله على سلام الحمد الله فيصل الجادي صاحب القضية وأحد المتضررين عصابات ملاء البنوك شكرا جزيلا أهلا وسهلا سهلا قدامك